هددوك بالقتل قدمت كتابين لهيئة مكافحة الفساد طلب الحماية إلا أن الكتابين الرفضة هي خلية مريدر صحيح أعزائي المشاهدين مرحبا بكم في برنامج دوان الملة اليوم حديثنا عن الموانئ ومكافحة الفساد والكثير من القضايا رحبوا معاي بضيفي الشيخ يوسف العبدالله صباح الناصر الصباح المدير العامي واسسنت الموانئ سابقا مرحبا بك يا أهلا ومرحبا يا أهلا بحمد شرف وجودك اليوم ويانا حديثنا طويلة اليوم شكرا على دعوتكم لنا وإن شاء الله نكون ضيوف خفاف عليك وعلى جمهورك بإذن الله برجعك شوي أنت خريج أكسفورد صح؟ نعم صحيح قصة دخولك جامعة أكسفورد طبعا جامعة أكسفورد هي تعتبر أفضل جامعة في العالم ومن أقدم الجامعات تعتبر أقدم جامعة في أوروبا وشمال أمريكا عمرها يزيد عن الألف سنة وكانت حلمي من صغري لأن أنا خريج المدرسة الإنجليزية الحديثة سنة شب شيخ تذكر؟ ولمن كبرك؟ تخرشت أمانة تخرشت بالغزو من المدرسة البريطانية في القاهرة ولكن طول عمري كنت في المدرسة الإنجليزية الحديثة فتخرشت عمري 16 سنة ودخلت الجامعة عمري 17 وتخرشت عمري 20 من جامعة بوستن تخصصت اقتصاد ورياضيات ومن ثم عملت كمتدرب أولا في القطاع النفطي في شركة KPI شركة نفط لكويت الدولية كان مغارها أنا ذاك في لندن ولديها محطات ومصافي نفطية في مختلف أنحاء أوروبا محطات البازين اللي هي Q8 وأنا ذاك كان في محطة في هولندا وكان في محطة في إيطاليا تحديدا في نابولي على ما أذكر ما عجبني القطاع النفطي من ثم رجعت إلى الكويت وعملت في وزارة الداخلية إدارة المنظمات الدولية وعملت فيها كمدني سنة ونص وحبيت العسكرية أنا حبيتها حبيت العسكرية يقول ما تحب العسكرية نعم دعنا نتكلم عن خرجين الكويتين من جامعة أكسورد نعم متميزين يعني أعدادهم مقارنة مع دول أخرى والله إحنا للأسف عددنا قليل قليل نعم عددنا قليل مقارنة بدول خليجية أخرى يعني إحنا الكويت والإمارات نحظى بتعداد سكاني متقارب ولكن في ذات السنة اللي أنا كنت فيها طالب كان فيه تقريبا أربع كويتين سواء على مستوى الجامعة أو الدراسات العلية بالمقابل كان يزيد عن ستين طالب إماراتي ستين طالب نعم مقارنة بأربع كويتين أربع كويتين بش السبب يعني؟ عدة أسباب مثل ما أنت عارف تدني مستوى التعليم عدم الجرأة بالتقديم إلى جامعة أوكسفورد وهذا إن شاء الله إحنا راح نتفادعه اليوم إحنا خريجين جامعة أوكسفورد وكيمبرج في الكويت سواء كويتين أو أجانب قاعدين نتجمع وراح طبعا ننشئ أو نشهر يسمونها الأكسفورد وكيمبرج سوسايتي وهي موجودة في كل أنحاء العالم وبناء عليه إحنا راح نشجع المتفوقين سواء على مراحل الثانوية أو على خريجين الجامعة المتفوقين بمساعدتهم على تقدم إلى جامعة أوكسفورد أو حتى كيمبرج والجراء على ذلك إحنا ممكن أن نكون المرحلة الأولى أن نقول إيه نعم أنت بإمكانك أنك تقدم أو حظوظك ضعيفة في التقدم وبالعكس إحنا نشجع كل من يتقدم إلى هذه الجامعتين العريقتين وبالذات طبعا أنا منحاز إلى جامعة أوكسفورد لأنه هي جامعتي أنا أخذت فيها شهدتين أخذت فيها دبلوم عالي في التجارة الدولية وأخذت فيها ماجستير في إدارة المشاريع الكبرى فالثلاث سنوات كانت هذه من أجمل ثلاث سنوات في حياتي حتى لما تخرجت يعني أنا اللي صدمني هذا رابع ماجستير يعتبر ماشا الله فاللي صدمني أنه لما إحنا تخرجنا عدد السياح اللي كانوا يصورونا يعني كان عدد كبير وكانوا هم يتفاخرون أنه أنتو يعني شنو اللي يتبينون تغيرونا بالعالم إحنا نبيكم أنتو تغيرون مو بس دولكم إحنا نبيكم أنتو تغيرون العالم وبناء على خريج هذه الجامعات العريقة سواء كانت أوكسفورد أو كيمريج من بريطانيا سواء كانت هارفورد أو ييل أو برنستن أو ستانفورد من أمريكا أو غيرها من الجامعات المرموغة على مستوى العالم نعم في رسالة أحمل كبير على أكتافنا أنه إحنا ننقل هذه الرسالة إلى الأجيال اللي يعني تكون من بعدنا ونكون خير سفراء لهذه الجامعات وبناء على من أساس وجودنا كخريجين أو نسمى بالإنجليزي الألمني أنه إحنا نوصل هذه الرسالة فإحنا سفراء مدى الحياة لهذه الجامعات وبالعكس إحنا نشجع وأنا من خلال منصتك ديوان الملة لأي شخص يشوف نفسه متفوق أنا بكل يعني صد الرحب سواء من أخواننا أو أخواتنا المتفوقين أن أنا ساعدهم بدخول هذه الجامعة في حال إذا شاف نفسه بالفعل يستحق أن يدخل هذه الجامعات المرموغة ممتاز الآن من الداخلية للحرس الوطني نعم هالنقلة هذه نعم حدثنا عنه أنا كان مسؤولي في وزارة الداخلية العميد عبدالعزيز الصبيح بوهيثن الله يذكرها بالخير وكان دايما يقول لي يعني هذه العسكرية لازم تدخلها وشوف نفسك إذا أنت تقدر تدخل فكون أن العميد عبدالعزيز الصبيح تربط علاقة قريبة على ذاك الفريق يوسف أحمد الخرافي فأيضا تعرفت أنا على العمب أحمد الفريق يوسف أحمد الخرافي وقال لي إحنا باب الدخول في وزارة الداخلية للجامعيين مسكر فتزامن هذا الوقت بفتح باب الترشيح للجامعيين في الحرس الوطني فقلت أحسن وأحسن يعني الحرس الوطني مؤسسة عسكرية وليس أمنية وأنا كانت رغبتي أن أدخل مؤسسة عسكرية وليس مؤسسة أمنية الحرس متميز الحرس لا يعني صفات كثيرة الحرس مستقر يعني أنت عارف الوزارات مع التشكيل الحكومية تغير الوزير إلا أن الحرس من تأسيسه إلى يومنا هذا برئاسة سم الشيخ سالم العلي الله يطوب عمره وبناء على استغراره هدف يعني كان ركن أساسي من أركان الاستغرار التطور السريع والمواكبة مع آخر ما توصلت إلي التكنولوجيا في عالم المعدات العسكرية والعتاد العسكري دخلت في عهد شيخ سمول أمير شيخ ميشيل أحمد الجابر الصباحة شون كانت الإدارة؟ وأنا عرف معلومة أن كانت أقل الجهات التي تسجل عليها ملاحظات كانت الحرس الوطني نعم طبعا نحن حضينا في الحرس الوطني في البداية لما دخلت الحرس حضينا في شيوخ كبار واثنين منهم وصلوا إلى سدة الحكومة اللي هو المغفور لبإذن الله الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومن ثم من بعده كنائب رئيس حرس وطني سيدي حضرة صاحب السموة أمير البلاد الشيخ ميشيل أحمد الجابر الصباح فإحنا كنا عائلة وكنا أسرة ومحفوفين وكنا محميين ما كنا نشوف يعني العالم الخارجي كعالم سيء بالنسبة لنا يعني اليوم أنت في مختلف الجهات الحكومية ميزانيات الرفض أمور تتوقف إحنا بالحرس كانت أمورنا سلسة تدريبنا سلس تسليح كان يمشي بقدم وساق إي نعم كانت تسليح خفيف ليس تسليح ثقيل مثل وزارة الدفاع من صواريخ من دفاع جوي أو غيرها أو طيران عامودي الطيران العامودي دخل بعدين أتكلم عن الطيران المقاتل بس كان جدا منظم جدا منظم إن كان من هندام إن كان من ببط وربط إن كان من حتى الضباط نفسهم معدل القبول في الداخلية والدفاع كان تقريبا ستين بالمئة معدل القبول في الحرس الوطني كان ثمانين ومع قلة عددهم إلا أن ضباط الحرس كانوا دائما من العشر الأوائل سواء في الكلية العسكرية أو كلية سعد العبدالله للعلوم الشرطية وبناء عليه لما أنت تشوف كوكبة من الضباط وأيضا الأفراد متفوقين يعكس على أداء الجهاز بالكامل فهذا اللي إحنا حظينا فيه فلما انتقل المغفور لبإذن الله الشيخ نواف الأحمد طيبة الله ثراه وأصبح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تم تعيين سيدي السمو الشيخ مشعل كنائب رئيس الحرس الوطني أنا ذاك ومن ثم بدأنا العمل المباشر مع سموه وكان سموه جدا دقيق وكان يريد الدليل قبل المعلومة عندك معلومة عطني المستندات ومن ثم ناقشني وفق هذه المستندات وإذا في حال تم استدعاء مجموعة من الضباط كانت عنده ورغة وحدة هذه الورغة فيها خلاصة الموضوع اللي أهيى بي ناقشه هذه الورغة ممكن أن يكون فيها أكثر من ملف وسموه كان يقرأ جميع الملفات وكانت عنده تعليمات مباشرة وتعليمات ثابتة واحدة تلو الأخرى ومحددة فكنا إحنا نطلع بتوجيهات من سموه أنا ذاك وكنا نطلع بأهداف ووقت حلو هذا الهدف هذا التاسك وهذا الوقت وبالفعل أنجزنا الكثير في عهد سموه ومن ثم أتت ترقيتي في سنة 2007 إلى رتبة مقدم نعم وكنت بطلع أنا باستغيل لتفرغ للعمل الخاص فقال لي يعني سموه أنا ذاك يعني إذا أنت حاب تكمل في الحرس الوطني كنت له والله أنا سموك أتشرف ولكن أنا حاب أني أنا أطلع وأشوف مرحلة جديدة في حياتي وأجرب العمل التجاري وأتمنى من سموك يعني كل تعاون ومساعدة إذا صادفتني أي عواقب أي حجر عثرة أي أمور أطلب منك النصيحة والتوجيه ساء الله خير سموه قبل هذه الاستقالة أنا ذاك ومن ثم طلعت لمدة تقريبا ثمان سنوات أأسس عملي التجاري إلى أن في سنة 2015 صدر فيني مرسوم كمدير عام مؤسسة الموانئ برتبة وقيل وزارة وهذا سنتكلم من الحرس الوطني ثمان سنوات في العمل التجاري ثم ترشيحك كمدير عام مؤسسة الموان نعم أنا أذكر أني اتصلت عليك أبارك لك صحيح وقلت لك الله يعينك بدأت العمل في التجاهين المكافحة والبناء وطريجين يكملون بعضهم شي اللي شفته نعم هي أمانة كانت ثلاث اتجاهات ثلاث اتجاهات ثلاث اتجاهات الاتجاه الأول يتعلق في خطة التنمية البناء الاتجاه الثاني يتعلق في إعادة هيكلة مؤسسة الموانئ من الداخل الاتجاه الثالث اللي هو مكافحة الفساد اليوم خوي بحمد لما أي واحد يتكلم عن الشعارات ممكن أنا أقل واحد أتكلم عن هذه الشعارات اليوم إحنا أدينا الأمانة وكفينا ووفينا أنت اليوم في أي جهة حكومية شون تبي؟ تبي الشفافية تبي الوضوح تبي المساواة تبي تكافؤ الفرص وبنفس الوقت تبي العدالة وتبي مكافحة الفساد كل هذا أدينا قمنا بإعادة ترتيب البيت من الداخل بإصدار قرارات إدارية بإصدار لوائح جديدة أوامر ثابته أصدرنا دليل للموظف يعرف كل ما لديه من حقوق وعليه من واجبات قمنا أتيت إلى حتى مؤسسة الموانئ حتى ما فيها إدارات مهمة مثل إدارة المناقصات إدارة الإيرادات إحنا المؤسسة تدار على أسس تجارية الإدارة المالية هي المفروض تكون مسؤولة عن الميزانيات وإدارة التحصيل أو إدارة الإيرادات هي المسؤولة بتطبيق اللائحة الخاصة بالحمولات بالرسوم المينائية بالكامل دخلت مؤسسة الموانئ ما توقعت هذا الكم من الفساد المالي والإداري وممكن الفساد الإداري أضعاف أضعاف الفساد المالي لأن خطأ إداري يضيع ملايين الدنانير عدم احتساب بعض الرسوم يضيع ملايين الدنانير اتخاذ قرارات خاطئة بدال قرارات أخرى يضيع ملايين الدنانير عدم تطوير الأرصفة يضيع ملايين الدنانير وغيرها من الأمور اللي إحنا بالفعل اتخذناها في فترتنا وما كانت فترة سهلة كانت فترة بالفعل واجهنا كثير من الصعوبات لأن تصادمت مع عصابة منظمة كانت مسيطرة على مرافق الموانئ سنوات عشرات من السنين تكلم مؤقل من عشرين خمسة وعشرين سنة فلأن ايه كانت ماسكة اضطرين ان احنا نمشي في خطة ممنهجة لمحاربتهم لأن الدر المفسدة خير من جلب المنفع اليوم انت بإمكانك انك تشيلهم بيوم وليلة ما تدري شنو عواقبها كانوا ماسكين الرافعات الجسرية كانوا ماسكين الامن والسلامة النظافة ماسكين كل شيء واعتقد هددوا حتى بيقاف المينة وصلنا مرحلة اذكرها فاضطريت انا حتى على حسابي الخاص اني انا ان المينة ما يتوقف ف لأنه كانت مسؤولية شخصية و وأصبحت المواجهة شبه معركة بالحرب لأنه كانت وايد معارك كانت وايد ملفات فساد اكتشفناها في هذه الفترة وإلى اليوم قاعدين نحصد ثمارها ورح نتكلم عنها رح نتكلم عن بعض اوجه الفساد لكن الموضوع لهم هو التطوير والبناء نعم ميناء الشويخ تطوير الميناء الشعيبة تطوير الموالد شا اللي سوته البعض يقول ما حصل شي شا اللي تصد نعم خاصة ميناء الشويخ وميناء وعيسف من الكويت طبعا أول ما مسكت قسمت الملفات الثلاثة اللي احنا تكلمنا عنها ملف التطوير ملف عادة هيكلة المؤسسة ملف مكافعة الفساد نجي على ملف التطوير وضعت خطة شاملة تشمل تقريبا 12 مشروع منها تطوير الموانئ الثلاث منها الموانئ الذكية منها تطوير النقع وتحويلها إلى مراكز تجارية تجارية عندك أنت ذقعة الفنطاس وشفنا تصميمها الجميل منها مشروع يربط كل هالموانئ بمنظومة موانئ ذكية وغيرها من المشاريع مشاريع المدن اللوجستية وهي مدن لوجستية حديثة ذكية ولكن ليش ما إحنا سوينا شيء هذا سؤال جدا مهم لا إحنا وصلنا إلى مرحلة التخطيط وتوقفنا عند مرحلة التخصيص اليوم أنت لما تمنح أرض من الدولة وعطيك هذا المخطط وخصصلك هذا المخطط كسكني إذن أنت تعرف أن السكني سردعاب ودور أول وأرضي وإلى آخره وأن نسبة البناء بالسكني كذا وإذا أعطيك نفس المساحة صناعي فأنت تعرف أن المصنع هذه مساحته وهذا كودي البناء لا وفق أنت تتكلم عن الميناء الصناعي أنا أتكلم بشكل عام أنا أكلمك بشكل عام حينما تمنح أي جهة حكومية أرض تتوجه إلى بلدية الكويت للحصول على تخصيص هذه الأرض حلو، عدل ومعدل حلو، اليوم أنت هذه الأرض شنو إيه؟ إيه سكني، إيه تجاري، إيه استثماري سواء إن كان قطاع خاص أو حكومي وكل تخصيص عقاري يقابل كود بناء عدل أو معدل، إن زين إذا أنت اليوم ما عندك هذا التخصيص شو أنت بتخطط؟ لما إحنا هنا وزرنا المدن اللوجستية بمختلف أنحاء العالم سواء في أنتورب أو في هونج كونج أو في دبي كان فيهم تخصيص متنوع نعم، كان اللوجستي وهو الأساس ولكن كان فيه تراخيص تجارية ترافق المدن اللوجستية من أساس تخطيط لأي مشروع واجب علينا إن إحنا نقعد مع أصحاب الاختصاص والجهات ذات الشأن، والمستخدمين يسمونها stakeholder management إدارة الجهات ذات الاختصاص حلو، اليوم أنت لما تي يتبني بيتك ما تستشير أم العيال والعيال طب، شوان احتياجاتهم ممكن لديك ولد موهوب يحتاج مرسم ممكن لديك مثلا بنت موهوبة تحتاج قرفة وسيرفرات حقك بيوتراتها وغيرها وبناء علي، أنت لازم تلبي هذه الاحتياجات في بيتك فهو بالك إذا كانت مدينة كاملة لوجستية أو غيرها من المرافق العامة بالذات ذات الطابع الخاص يعني الموانئ المرافق العسكرية الكهرباء والماء اخطاع النفطي هذه تسمى بالكريتكال انفرستركتر وبناء عليه مهم قبل التخطيط ما تخطط بروحك تقعد مع كل الجهات فلما احنا قعدنا مع التجار المستخدمين للمدن اللوجستية قالوا لنا احنا عندنا مشكلة كبيرة نواجهها اليوم احنا مكاتبنا بالديرة مخازننا بصبحان وبالجهرة وغيرها من الأماكن شكلة المخازن معارضنا بشويخ والري احنا نتمنى ان يكون عندنا المخزن والمعرف والمكتب في مكان واحد خصصون لنا هذه الأماكن خلي يكون عندنا شوروم ومخزن في نفس المكان خلي يكون عندنا مكاتب عيننا على حلالنا دوة فهذا اللي احنا طلبناه بعثت انا مؤقل من ست سبع كتب الى مدير عام البلدية لتخصيص ارض خصصة لمؤسسة الموانئ قبل لا يقل عن عشرين سنة من مجلس الوزراء مساحتها ثلاثمائة الف متر ما منحنا الارض ولا حتى التخصيص واسحب على ذلك بقية مشاريع خطة التنمية بعثنا كتب الى متابعة الاداء الحكومي وكان الرد ان احنا اختصاصنا بعد ما يتم منجاز المشروع اثناء تنفيذه بعثت كتاب الى الامانة العامة للتخطيط لتشكيل لجنة لتذييل عقبات مشاريع خطة التنمية ولم احظى ايضا برد من الامانة العامة يعني حاولت كل المحاولات حتى اتمكن من يعني ان نخطي خطوة وحدة الى الامام وفي فترتي ما قدرت ليش شا اللي يمنع من ضمن قطة اي دولة تطوير الموالع تخيل ان احنا مشاريعنا معتمدة وصادر فيها مرسوم اميري من ضمن مشاريع خطة التنمية ماذا ومو بس الشي احنا لما تقدمنا مع كل الجهات الحكومية اخذنا المركز الاول لان كل مشاريعنا اللي عرضت على الامانة العامة للتخطيط والتنمية وكان تقييمهم وطريقة تقييمهم كانت ممتازة استعانوا بجهات خارجية استعانوا بجمعية المهندسين استعانوا بلا يقل عن ثمن تسع جهات داخلية وخارجية لتقييم مشاريع خطة التنمية لان من اساس مشاريع خطة التنمية انه تعطيك عائد اقتصادي وعائد اجتماعي عائد اقتصادي تعطيك عائد مرادف لليرادة النفطي وعائد اجتماعي انه توظف ابنائنا تمكنهم ودربهم زين هذه فعلي سؤال شلي عطلها وين انت عندك انا عليك انت عارف السبب هل هو نفوذ سياسي هل هو مصالح نسمع مصالح تجار وين الخلل عدم اتخاذ القرار عدم المتابعة وين الخلل اليوم مشروع تنموي تطوير موانئ شوي لما انا ادس ثمن سبع ثمن كتب الى البلدية وما ااخذ رد هل في قصور بالمتابعة لما انا ابعث كتب الى مختلف الجهات لمساعدتنا لتذييل العقبات هل في قصور امانة الخطوة الاولى لتنفيذ اي مشروع ايه لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الامة في كل مرة تمنح لنا الموافقة مجلس الامة نعم وحكومة مجلس الامة كل الجهات الحكومية تتوجه الى اللجنة الميزانيات وقروها لكم نعم كل مشاريع مؤسسة الموانئ الجهة الحكومية وانتم مؤسسة حكومية كل المشاريع سواء مشاريعنا السنوية النمطية صيانات صيانات اصلحات تشغيل وغيرها معروف وبالاضافة الى مشاريع خطة التنمية تعتمد سنويا من لجنة الميزانيات والحساب الختامي الخلل وين قلت لك انا الخلل في حكومة انا بالنسبة ما اقدر اقول حكومة واشمل جهات حكومية اقدر اقول كان الخلل بالقلل خلنا اكون صريح وياك رئيس وزراء نعم برئيس وزراء وزراء لان المفوضة انا اعتمد ميزاني المفوضة تسهل احنا في وزير على البلدية انا انت قاعد تشير على البلدية هل البلدية ما تملك الارض ما تملك القرار رحت الى ما اجتمعت مع مدير عام البلدية في ذاك الوقت اجتمعت مع المدير العام وقتها المهندس احمد المنفوحي وجمع جميع المهندسين بمختلف القطاعات المعنية بمشاريع مؤسسة الموانئ وطلب منهم تسريع هذه الاجراءات الا ان هذا الشي لم يتم رحنا الى لجنة الخدمات وقتها كانت برئاسة الاخت محمد مع الوزيرة هند الصبيح وايضا صدرت قرارات بتهييل كل العقبات الا ان ما صار شي لقص هذا لا ماهو لقص ماهو لقص وهذا احنا قاعد نواجهد كل مشاريع الدولة تخيل بالاخص ان هذه المشاريع بالفعل تطبق معنى خطة التنمية يعني اليوم لما انا ايو ابني مشروع مبنى وزاري ما لا شغل فيه خطة التنمية خطة التنمية فقط هي المشاريع الحكومية او المشاريع الرأسمالية بالشراكة ما بين الغطاع الخاص والحكومي سواء البي او تي او البي بي بي او مشاريع الحكومية المباشرة الي احنا تكلمنا عنها الي تعطيك ايراد مرادف للارادة النفطي الي تقل الاعتماد الاقتصاد الوطني على المدخول النفطي وايضا تعطيك عائد اجتماعي وبنفس الوقت تعطيك اهداف اساسية لزيادة معايير دولة الكويت في مختلف الاختصاصات يعني زيادة معيار مستوى التعليم زيادة معيار اداء الموانئ زيادة معيار الاداء اللوجستي في الدولة التيسير الحكومي الحكومة الالكترونية لانا في معايير مختلفة موجودة سواء في البنك الدولي موجودة في منظمة التجارة الدولية او اه اه موجودة في اه 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 يعني اه منظمات دولية اخرى فهني يبين البنشمارك الاساسي المغارنة انت مستواك العالمي شنو في هذا المعيار انت ادائك شنو في ذاك المعيار هني يبين ابو عبدالله بكل امانه بالكويتي وين الخلل ثمان سنوات مدير عام وسط المعالم تحديدك منها شويخ منها شعيبة التطوير الخطط انت تحارب مني وتبي تبني مني وين الخلل في القرار في الموظف بعد المرات يقولوني احد المستثل ترى يقول يمكن من المهندس صغير يحطه بالدرجة وانتهي المغور ممكن يعني يقول لك انا ما اخذ قرار لجنب 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 وين الخلل يعني احنا عندنا بعض المرات اسمح لي عندنا خطط احنا المغفوظ لالفين وخمس وثلاثين كل سنة تؤجن وعندنا مشاريع جدا جميلة ان لم يصدر قرار سيادي وسياسي من الكويت من اعلى منصب الكويت ما يتحرك المشروع وين الخلل بعد ذلك بعد الخبرة ثمان سنوات خنحط يدنى على الجرح وين خبرة انا اقول لك وين الخلل وهذا يعتمد على كل مشاريع الدولة نعم اليوم خطة التنمية مو بس في دولة الكويت وهذه دراستي سنتين في جامعة اكسفورد في ادارة المشاريع الكبرى وطروحة المجستير رسالة المجستير الي انا كتبتها تتكلم في مواقع الخلل لما تيط طالب كل خطة التنمية سواء الرؤية في ما تسميها المملكة العربية السعودية رؤية عشرين ثلاثين كويت جديد عشرين خمسة وثلاثين خطة التنمية رؤية مثلا عشرين ثلاثين ايضا في دولة الامارات العربية المتحدة ايا كان اسمها فكلها خطط تنموية هدفها احنا نتكلم على مستوى الخليج هدفها الانتقال من الاعتماد الهايدروكربوني الى الاقتصاد الناشئ من التجارة الحرة جميل هذا واحد تأتي انت على الدول النامية هدفها ان اتطور قوتها البشرية وتكون قوة بشرية ذات قوة ذات مردود اقتصادي وتنقل هذه الاراضي الصناعية الاراضي الزراعية الى اراضي الصناعية وتنقل المزارعين الى موظفين وعمال في المصانق حلو اللي اوهو نظرية التطور الاقتصادي من المزارع الى الصناعة حلو فأيا كانت سواء كانت كوريا الجنوبية الصين مؤخرا رواندا مملكة العربية السعودية مثل ما احنا نشوف الامارات اللي سبغت الجميع مو بس على مستوى الخليج ولكن على مستوى الوطن العربي كانوا يشكلون فريق مم وهذا الفريق كان يعني يجتمع مباشرة مع رئيس الوزارة ليش؟ لأن الوزارة في مختلف العالم مشغول في وزارته عنده جلسات بالحكومة عنده اجتماعات في البرلمان عنده اللجان حكومية عنده اللجان برلمانية فراح يكون مشغول مشتت ومشتت فيركز على عمله في الوزارة ومشاكل اما خطة التنمية هو ممكن ان يكون حلقة وصل ممكن ان يقول انه هذه مشاريعي اهني هذا الفريق يدرس هذه المشاريع ويكون فيه كرايتيريا محدد تشيكليست هل هذا المشروع يتوافق مع اهداف واستراتيجية الدولة كخطة التنمية ولا لا؟ وبناءا عليه اذا وافقت هذه اللجنة تحط اسبابها للموافقة واذا ما وافقت تقول لا لا آسفين حلو اذا هذا المشروع ما يحقق ايراد اذا هذا المشروع ما يكون لعوائد اجتماعية اذا هذا المشروع ما يكون له صدد دولي من حيث المعيار الدولي ويزيد معيارك الدولي مثل التعليم مثل الطرق بعض الدول سكك الحديد وغيره ما يقبل هذا المشروع وتكون الخطة في البداية فقط أولا المشاريع اللي يتحقق العائدين العائد الاقتصادي والاجتماعي ومن ثم العائد الاجتماعي ومن ثم العائد يسمونه ال اللي هو عائد السمعة مع بقية الدول يزيد معيارك يعطي سمعة طيبة للدولة ممكن تصرف ملايين على مثلا مشروع ما يحقق لك أي عائد اجتماعي ولا عائد مالي مثلا الأكسبو تصرف عليه مبالغ كبيرة مثل استضافة كاس العالم أو الأولمبيات أو غيرها من هذه المشاريع ولكن تعطيك عائد دولي فشنوئه الأولويات اللي انت تعطها بالضبط يعني انت بتشير ان هذا مو وجود بالكويت هذا بالوقت الحالي مو موجود الشيء الآخر بعد ما يتم وضع هذا الفريق هذا الفريق يكون فريق تكنقراطي متخصص سواء من القطاع الخاص والحكومي وتستعين أيضا بالتجار الغير كويتيين اللي موجودين في البلد لأن أيضا أهم جزء لا يتجزأ من التجارة الوطنية والدولية يعني اليوم انت الفريق اللي شكل من سمو الشيخ محمد بن راشد لتنفيذ خطة التنمية من 2020 إلى 2030 رؤية الإمارات كان في 500 شخص قسموا الـ 500 شخص إلي لجان وكل لجنة متخصصة سواء في التعليم في البنية التحتية في المشاريع خطة التنمية في الإسكان في الطاقة والكهرباء والماء ومن ضمن الأمور اللي أهم حققوها في الإمارات ببناء محطة كهرباء باستخدام الطاقة النووية السليمة بناء عليه يعني وغيرها من الأمور الطاقة المتجددة من أكبر السولر فارمز اللي موجودة في العالم موجودة أيضا في الإمارات العربية والمتحدة فهي نعم عشر سنوات وتنفذت الخطة بحذافيرها فهذا اللي احنا نتمنى بالكويت أتمنى الفساد في الكويت نسمع قصة الفساد في الكويت واقع انتهينا منه عن مازال مستمر وانتو كنت واجهتها في الموال طبعاً إحنا اليوم لما إحنا نتكلم عن الفساد اليوم المشاكل اللي احنا نواجهها والاحترافية في الإدارة فأنا أقول لك يعني حل المشاكل حل المشاكل هو فن في الإدارة مم فلما أنت تواجه هذه المشاكل وتحلها وتبلورها وتطورها وتاخذ المشكلة وتنهيها من بكرة أبيها إذن أنت إداري وقيادي ناجح من الطراز الأول لأن المشكلة أياً كانت كانت مشكلة فساد أو مشكلة صغيرة لازم إن في شخص يمسك هذا الملف لأن المشكلة ما رح تنحل بروحها وبناء على اللي أنا اكتشفته إن الطريق إلى الإصلاح اللي يقوه اليوم عكس الفساد عدل ومعدل هي رحلة ما بين نقطتين يربطهم خط مستقيم من الألف إلى البق أو من الألف إلى الياء يعني من بداية المشروع نتكلم مثلاً إلى نهايته وتنفيذه خط مستقيم فلما إحنا نيو نسمع إن في التواء في هذا المشروع أو في ذاك المشروع أعرف إن مجهود التفكير لتنفيذ مشروع فاسد أضعاف أضعاف بكثير عن تنفيذ مشروع خالي من الفساد فعلشان شذي إحنا قاعد نشوف إن في كثير من المشاريع التعطب لأن من وراها أشخاص فاسدين من الأخير فلما ييت وكان هدفي أني أنا أحل المشكلة مو أني أنا أعاني منها أحلها أساس المشكلة جذور المشكلة تأتي من وين؟ تأتي من ديوان المحاسبة اليوم أنت ساكن في منطقة وكل يوم في هذه المنطقة يتزيد الجريمة أنت اليوم تلوم المجرم بيجيك يوم من الأيام تقول لا وقف المخفر إش قاعد يسوي وين دور الأمن؟ عدل أو معدل؟ نعم إحنا نيه اليوم نقول وين دور ديوان المحاسبة نعم ديوان المحاسبة يكشف عن الفساد ترأوه مبروحة يكشف عن الفساد يكشف عن الفساد بمساعدة موظفين الجهات الحكومية اللي ياخذ منها الأوراق ويفهم منها المشكلة ومنهنيت بسمته عقب ما طير الطيور برزاقها عقب ثلاث سنين، أربع سنين، خمس سنين فإحنا اليوم يعني ديوان المحاسبة صدر قانون تأسيسه قانون ثلاثين لسنة أربع وستين، صحيح فاليوم إحنا نتكلم يعني عيد ميلاد ديوان المحاسبة في عشرين أربع وعشرين يحتفلون في عيد ميلادهم الستين دول كلها تطورت في العمل الرقابي إلا ديوان المحاسبة فإحنا اليوم عندنا رقابة مسبقة ورقابة لاحقة إحنا اليوم نحتاج إلى رقابة متزامنة اليوم يكون فيه تشكلست فيما بين الجهة الحكومية وديوان المحاسبة خطوة بخطوة، اعتماد الميزانية أثنين، ليش أنت تبي مثلا، تكلم مثلا، عقد أجار سيارات، مثلا، ليش تبي خمسين سيارة ما تبي خمسة وخمسين؟ ليش ما يكون عدد السيارات ثلاثين؟ عطني أنت المبر لطلبك خمسين سيارة في هذه المناقصة عدل أو معدل، عشان ما يكون فيه إسراف، ما يكون فيه إنفاق زايد، ويكون الطلب وفق الحاجة الفعلية إذا ما تشتاز هذه المرحلة تروح للمرحلة اللي بعدها، اللي بعدها أنت اليوم الجهة الحكومية تحط العدد حجم المبنى أياً كان ممكن حجم المبنى حجم عملاق والجهة الحكومية ما تحتاج هذا الحجم من المباني ولا تحتاج هذا العدد من السيارات وتطرح مناقصتها وبعد ما تطرح وترسي يالله يروح العقد بعد الفتوى والتشريع يروح ديوان المحاسبة المرحلة الأخيرة وممكن إنها توافق وممكن إنها ترفض البحث يطالب يلغاء ديوان المحاسبة من جهات الدولة يقول لك لا أنا هذا نوع من البيرقراطية ما في دعلك بعد ما يتنفذ المشروع دخل ديوان المحاسبة لا طبعاً لا، أنا في جهات متى بدوان المحاسبة لا لا لا، أنا الهدف إن ديوان المحاسبة يتطور ويكون جهازين في جهاز واحد اللي يلقى جهاز المراقبين الماليين أنا اتفق معاك إن هذا اللي يلقى لأنه هو وديوان المحاسبة يقومون بذات العمل عمل محاسبي مالي بحت إلا إن ديوان المحاسبة وظفت مهندسين لمراجعة بعض العقود أو كل العقود من الناحية الفنية بس هذا بالأخير مختصاصها أنت، مهم إنك تطور ديوان المحاسبة إنه يكون فيه عنصر فني هندسي وأيضاً عنصر مالي كمان وبنفس الوقت تبتعد عن نظام الرقابة المسبقة واللاحقة وتكون مراقبة متلاحقة أو متزامنة مع الجهة الحكومية راح وزير، يا وزير آخر، راح وكيل، جاء وكيل آخر إلا إن الخطوات معتمدة خطوة بخطوة من الجهة والديوان، من بداية فكرة المشروع وليش تبه هذا المشروع؟ لأن أي مشروع حكومي أو أي مناقصة حكومية يعني صرف مبالغ من المال العام ويجب علينا كلنا أن نكون حريصين على هذه المبالغ فإذا ما كان في رقابة ممكن على الجهة الحكومية أن تفرط في الصرف وتقوم بشراء سلع أو خدمات أو مقاولات أو صيانة خارج عن نطاق الحاجة ممتاز بطلع من هذا المحور، أروح إلى محور إيجابي مر خبر جميل لأنه مستلمان كسبت خمسمائة وثلاثة وخمسين مليون دولار نعم كسبت نعم خمسمائة وثلاثة وخمسين نعم الخبر يعني انتشر بشكل يعني كأنه مر مرور الكرام يعني أنت قصدك أن هذا الخبر ما نزل بولا جريدة وعلي ما انتشر إعلامين ما عنا مكسب هذا المفوض بونت يعني خبر رئيسي الموانئ تكسب وهذا نعمل الإصلاح اسأل الجرائد ليش ما نزلوا هذا؟ ليش؟ أنا بأسألك اسأل الجرائد ايه؟ ليش ما ينزلون أخبار قضايا مؤسسة الموانئ اللي تكسبها ضد شركات الفساد ما يحربون اسأل اسأل الجرائد نفسهم يعني يعني هذا الخبر ما يهمهم يعني؟ سؤال هل يعقل أن هذا أكبر قيمة تكسب في قضية وحدة ضد شركة فاسدة وأصحاب فاسدين موجودين في السجون ما ينشر هذا الخبر في أي جريدة؟ عدل لو معدل بس ينشر في جميع التواصل الاجتماعي ليش؟ هو نشر في جريدة بسيطة يعني انتفاجأنا عليه بس مو هذا المهم وين المهم؟ المهم انه صدر الحكم كان عندك قائمة اسم القائمة السوداء أي نعم شنوها القائمة السوداء؟ هذه الله يسأل مكانت من ضمن الإجراءات الإدارية الأصلاحية فكان في شركات أنذاك استولت على أراضي المؤسسة فأثناء ما كانت هذه القضايا تتداول في المحاكم أصدرت لائحة اسمها لائحة القائمة السوداء للشركات المخالفة وقعت وكتبت أساسيات المواد والبنود المتعلقة بهذا القرار الإداري وناقشنا جميع جوانبه سواء مع مختلف الإدارات المعنية وأصبح هذا القرار يحاكي كل إجراء فاسد يتم عن طريق مناقصة، عن طريق عقد، عن طريق استيلاء، أي أن كان لأي جهة أو شركة أو فرد أو شخصية اعتبارية تقوم بمخالفات داخل منشآت مؤسسة الموانئ الكويتية بالكامل وأصدرت هذا القرار في جريدة كويت اليوم إلا أن إحدى الشركات أو مجموعة من الشركات اللي لما كسبنا أحكام نهائية ضدها قامت برفع قضايا وخسرت القضايا ومن ثم توجهت إلى المحكمة الدستورية وحصن قرار اللائحة السوداء المحكمة الدستورية المحكمة حصنت القائمة السوداء حصنت قرار القائمة السوداء وأنا يعني ذكرتني راح أعطي نسخة من حكم المحكمة الدستورية إلى الإخوان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء حتى يتم تعميمها على مختلف الجهات الحكومية لأن بالفعل قرار القائمة السوداء يساعد جميع الجهات الحكومية من أي نوع من انتهاك على حرمة المال العام أو أي من المخالفات التي تتم من خلال مناقصات أو مزايدات أو غيرها وطالما أن هذا القرار محصن من المحكمة الدستورية فبإمكان كل جهة حكومية أن تأخذ هذا الغرار اللي أنا سويته وتصدره في كل جهة إن كانت جهة وزارية أو مؤسسة أو هيئة ممتاز وأتمنى أن يعمم أن يكون هناك قائمة سوداء لكل الشركات التي تخالف القانون أن يتم منحها من كل الجهات الحكومية وهذا يمكن تذكرت عن قضية حكومة المحكمة الدستورية شيء مفيد للدولة أتمنى أن يشاهدنا من خلال الحلقة يتم تعميمها هددوك بلقتل شو القصة هذا؟ العقول مسؤول حكومي في دولة كويت مهدد بالقتل؟ طبعا التهديد بالقتل هذا اللي احنا شاهدناه بالتلفزيون اللي لما تم تهديدي بالقتل وأخذ جزاء بالمحكمة خذ حكم أخذنا حكم ضده ولكن موضوع التهديد بالقتل أو موضوع التهديد ما كان مبني على هذه القضية فقط أنا تقريبا قبل في الـ 2019 اتصل علي أحد الضباط الكبار في وزارة الداخلية وقال لي وعبد الله حط بالك احنا قاعدة راقب خلية خلال الأيام والأشرة والأسابيع القادمة رح نضبط هذه الخلية خل بالك على نفسك وبالفعل تم القبض على هذه الخلية في عز الكورونا وأنا أثناء هذه الفترة قدمت كتابين لهيئة مكافحة الفساد طلب الحماية إلا أن الكتابين الرفضوا مع العلم أن أنا أكثر شخص بالكويت قدمت إحالات إلى النيابة العامة حاربت الفساد خذينا أحكام بمئات الملايين استردينا أراضي الدولة طبغنا مبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص كل مناقصاتنا نزلناها في الجريدة الرسمية عقدنا أكبر مؤتمر على مستوى الكويت واجتمعنا مع كل الشركات وقلنا لهم هذه خطة تنميتنا اللي يبيدش ويمارس ويدخل في هذه المناقصات وينافس أهلا وسهلا هذه كل مشاريعنا إلي خطة التنمية 2035 بكل شفافية إلا أنه لم ألاقي أي رد إيجابي من قبل هيئة مكافحة الفساد وبالفعل بالأخير ضبطت هذه الخلية من قبل أبطال وزارة الداخلية إن كانوا من اللي قبضوا على هذه الخلية سواء من أمن الدولة أو من المباحث الجنائية وهذه ليس غريبة عليهم إحنا ضباطنا متميزين أمانة في دولة أنا ساكون صريح وياك ذكرت أنت الخلية هي خلية بنيدر صحيح وكان لك دور محوري أساسي رئيسي في كشف هذه الخلية إذا تسمحني قولي البداية بس بكل أمان ما يخالف هي خارج من طاقة الأسئلة لكن من حق الشعب الكويتي يسمحها البداية البداية مثل ما قلت لك أنا جاءني ندار مبكر من أحد الضباط الكبار وقال لي حط بالك وبالفعل لما بديت إني أنا يعني كون إني أنا ضابط سابق ولي خبرة عسكرية سابقة اكتشفت أن في ناس إنعم قاعدين يلحقوني من مكان لمكان وراغبوني ولولا يعني الله سبحانه وتعالى ولطفه ورجال الداخلية ممكن أن أمور ثانية تم تماما ولكن الله الحمد إحنا اليوم أمامك اليوم يعني كان الهدف إن إحنا نلفق بقضايا وتهم وهمية بس الله الحمد كشفت هذه الخلية مبكرا وبكل عناصرها ويؤسفنا كانت بعض العناصر من المناصب الحساسة في الدولة دون ذكر مواقع الكل يقدر يدخل ويشوف علاقة هذه الخلية بتلك المناصب الحساسة ولكن لله الحمد كشفت ووين هم وهم وويننا إحنا اليوم خريجين جامعة أكسفورد وعندنا أعمالنا وشغلنا وتجارتنا وحرار وهم يعني في أسوأ مكان يمكن أن يتخيل الإنسان يعني ما بين أربع طوف ويعني محبوسين في السجون أنت لا أعطيت المعلومات لا والله أهم اللي أعطوني أنا اللي حذروني يعني نزاهم الله خير ومعنا السلام مساهمتوا إياهم أكيد كانت في يعني مساهمات كثيرة على على يعني كشفهم وهي ما كانت بليلة وضحاها كانت يعني عملية سرية من قبل فريق مختص ما أحد يعرف شنو شو قلهم يعني اللي أنا عرفه اسم الضابط فقط بقية الضباط مجهولين مجهولين يعني كانوا متابعين يعني نعم والحمد لله تم القبض عليهم نعم وكانت خلية خطرة اللي انكشف من تليفون رئيس الخلية بلاوي بلاوي بالفعل يعني يعني أنا أشوف أن هذه البلاوي لله الحمد أنقذت الكويت وأنا يعني أحيي الإخوان في وزارة الداخلية جميعا من من هم عملوا مباشرة بمتابعة هذه الخلية يعني فترة طويلة أنا ما عرف يمكن يمكن كانوا يتابعونها قبلي من سنة وأنا ما أدري حلو البعض يشير أن هناك مؤامرة على إيقاف تطوير موانئة بالكويت لعلاقة مصالح دول أخرى نعم صحيح هذا الكلام احنا نسمعه كثير كنت يعني وايد إشارة الدولة الفلانية تبت توقف ميناء فلان الكويت أبداً 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 أي تطوير في دولة الكويت ينعكس إنعكاس إيجابي على مختلف دول منطقة سواء العراق إيران دول الخليج دول محيطة التطور اللي يصير بالكويت ينعكس على سيادة الناتج القومي والناتج المحلي الجرس دوميستيك برودكت والجرس ناشنال برودكت هذا واحد أثنين ينعكس على زيادة رؤوس الأموال ينعكس على جذب الاستثمار الأجنبي ينعكس على إيجاد فئة أكبر من التجار الجدد اللي هم يسموا بالانتوربنورز السقار ومتوسطين التجار أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إذا ازدارت الكويت كل هؤلاء يدورون التوسع وين يتوسعون؟ أول مرحلة بالخليج فالأساس أنك أنت تنمي اقتصادك الوطني ومن ثم تجارك رح يتوجهون إلى مختلف دول الخليج وهذا اللي احنا شفنا شفنا احنا في التطبيقات طلبات بدأت بالكويت وانتشرت أيضا شركة فلاور انتشرت أيضا نشوف احنا المطاعم المقاهي انتشرت الكويتية في مختلف دول الخليج فأي انعكاس اقتصادي إيجابي ينعكس على بقية دول الخليج والعكس صحيح فالتطور في الكويت لمصلحة دول الخليج وما في دولة ما تبيك التطور اليوم لما انت عندك مثلا دولة مثل دولة الإمارات عندها الكثير من الموانو وميناءها الأساسي في جبل علي يناول لا ينقل عن 15 مليون حاوية بينما انت بالكويت لما أنا استلمت كنا نناول 700 ألف ووصلتها إلى ما طلعت إلى مليون ومية إذا انت عندك إمكانيات أكبر راح تناول حاويات أكثر راح تعيد شحن تلك الحاويات إلى دول الجوار راح تستقل هذه الموانئ إلى خطط دول أخرى سواء خطط مدينة الحرير الصينية أو بما يسمى الطريق الواحد والحزام الواحد تساعد في خطط التنمية السعودية اليوم انت تشوف انت المملكة العربية السعودية عملت اتفاقية لوجستية فيما بينه وما بين الهند بمرور هذه البضايع إلى المنطقة طبعا بالأساس إلى المملكة العربية السعودية فممكن أيضا هذه البضايع إذا كانت عندك الإمكانيات أيضا تصل لكويت فمهم إنه موانئك تتطور نحن اليوم رسينا كل عقود الهندسة والاستشارات والتخطيط الآن المتبقي هو التنفيذ فقط لغير بس نحن اليوم كمؤسسة موانئ أنا اليوم طلعت ولكن أكلمك من خمس سنوات ما في مجلس إدارة خمس سنوات ما في مجلس إدارة إذن يعني لائحة مؤسسة الموانئ الداخلية وضعت الكثير من الموافقات بيد مجلس الإدارة ولكن بدون مجلس إدارة ما في شغل ما تقدر وأخذ على هذا مختلف الجهات الحكومية فقرأت أنا خبر جدا أسعدني أن من أولى أولويات حكومة سمو الشيخ محمد صباح السالم تسكين المؤسسات والهيئات الحكومية وهذا جدا خبر مفرح نتمنى علشان العجلة تمشي ثانية مرة تتحرك مرة أخرى ميناء مبارك من اختصاصكم؟ لا مو من اختصاصنا ميناء مبارك أبدا مو من اختصاصنا ولكن صدر قرار من مجلس الوزراء أظن كان رغم 380 على سنة 2021 على ما أنا أظن بالاستعالة بخبرات مؤسسة المواني الكويتي بس الاختصاص في كل اجتماع من اجتماعات مجلس الوزراء ينقل من وزير إلى آخر فأكثر يعني الجهة اللي تكلف تقريبا وزارة الأشغال أرذاك الآن نسمع أنه وزير التجارة هو المكلف فمين مبارك من جهة إلى جهة أخرى وما أعرف وين وصلوا حمانتهم والميناء الصناعي هذا منعرف قصة الميناء الصناعي كونك أنك أنت بحمد صناعي فلازم نعلمك عن الميناء الصناعي الميناء الصناعي هو مشروع جديد أدخلناه كمشروع رغم 12 على مشاريع مؤسسة المواند ووقعنا اتفاقية فيما بيننا وما بين الهيئة العامة للصناعي وقتها كان المدير العام عبد الكريم تقي فكلمته وبيتلا أنا أحب أن أجتمع معاك أنت عندك أكثر من مدينة صناعية جنوب البلاد وإحنا الاحتياج للمرافق الصناعية كثيرة ما إحنا قادرين نلبي هذا الطلب سواء في ميناء عيبة أو ميناء شويخ وبناء عليه حان الوقت أن إحنا ننشئ ميناء صناعي يكون يعني أساسه توفير كل احتياجات الشركات الصناعية لأن كثير من الشركات الصناعية تورد مباشرة من الميناء عبر السيور الناقلة إلى مصانعها عندك شركات السمنت الفحم المكلسن شركات الحديد وغيرها من الشركات شركات الريسايكلينج إعادة التدوير وفيه طلبات عشرات من الطلبات فكان لما اجتمعت مع الأخ عبد الكريم تقي وراني أن بالفعل هناك طلبات عديدة من المبادرين الصناعيين سواء داخل الكويت أو خارج الكويت فكان في قطعة أرض أو موقع مخصص من بلدية الكويت وفق المخطط الهيكلي الرابع للدولة وطلبنا هذا الموقع من بلدية الكويت مرة ثانية بلدية الكويت ردوا عليه بلدية الكويت بعد ما وقعنا هذه الاتفاقية وكانت الاتفاقية جدا ممتازة أننا مؤسسة الموانئ الكويتية نبني المين الصناعي وندير المين الصناعي وناخذ الإرادات بالكامل سواء بتأجير الأراضي أو الحمولات الخاصة بالسفن ولكن الهيئة العامة للصناعة هي من تقوم باختيار المنشآت الصناعية على حسب الحاجة وبالرقابة عليها وكانت هذه الاتفاقية يعني كتبت بماء من الذهب لأنه تعتبر من أهم الاتفاقيات التي تهدف إلى تطوير الكويت اقتصاديا وتنشيط الحركة الصناعية في دولة الكويت الحقيقية مصانع حقيقية إن كانت دولية ومحلية فكتبنا الكتاب كلفنا إحنا كمؤسسة موانا إننا نكتب لبلدية الكويت فقال لو البلدية إن هذا الموضوع كون إنه قريب على الحدود لازم تخاطب وزارة الخارجية وبالذات اللجنة المشكلة الحدودية فيما بين الكويت والسعودية أو لجنة كويتية تختص في شؤون الحدود استخربت أنا مينة داخل الكويت مو أقل من خمسة ستة كيلو دخلنا على جوجل إيرث حسبنا المسافة بالضبط خمسة كيلو داخل الحدود الكويتية سيادة الدولة ده زينة كتاب للبلدية قلنا لهم يا جماعة مينة داخل وبعدين أنتوا اللي اخترتوا هذا المكان وفق المخطط الهيكلي الرابع للدولة هي اللي اختارت هذا المكان إذا أنت معاجبك هذا المكان عطني بديل لا أروح الخارجية رحنا الخارجية جاءني اتصال من أحد مسؤولي الخارجية عطاني الكلام الدبلوماسي والسياسي والكذا اللي يعني لا يسد من كلام جميل من عطش ولا يشبع من جوع ها وعطاني الكلام الجميل وما صار شي سمعت خبر زين بالفترة اللي فاتت أنه قبل أشهر قليلة أتت الموافقة من وزارة الخارجية وقالوا أن أصلا ما لشغل اللجنة الأرض داخل الكويت يا كتاب من الخارجية نعم إن اللجنة المعنية ما لشغل بعد ما تعاقبوا وزراء تعاقبوا ووكلاء أتت الموافقة أو مو الموافقة الخارجية قالت احنا ما لنا شغل ما لنا شغل بالضبط فالآن ثبتنا أن هذا المشروع يعني الإخوان فيهم البركة إن هذا المشروع إن شاء الله راح يمشي على قدم الوساق وراح يفيد الكويت وبالذات مشاريع الهيئة العامة للصناعة بالمصانع اللي بالفعل تحتاج أرصفة مينائية وسفن وسيور ناقلة يعني نقل البضايع والسرعة وفتح مجالات كبيرة راح تكون نقلة نوعية صناعية لدولة الكويت بإذن الله طيب كنت طولت هذي كويت لكن هو سؤال الأخير وانت قاعد تكلم خبرتك الإدارية وهالخبرة تصغير بالعمر ترى ومن أخذتها أخذتها من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلادي شيخ مشعل لما عملنا معاه في الحرس الوطني كنت أراقب عمل الإداري عن كثب وكان يقرأ كافة التقارير يقرأ كافة الملفات بنفسه نعم فهذه الخبرة كسبتها منه فتعلمت كل ما يتعلق في قانون مناقصات الدولة في قواعد تنفيذ الميزانية في قانون إنشاء ديوان المحاسبة في تعاميم ديوان المحاسبة وكل القرارات التي تصدر منهم في القرارات والقوانين التي تصدر من الجهات ذات العلاقة وأهمها لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة العلاقة التي تربط ما بين الجهات إذا شفت جهة ناجحة في الدولة كنت أذهب لها أسألها شون تطبقون هالشي شون قراركم الإداري حتى في مسألة التوظيف والإعلان رحت إلى القطاع النفطي حتى في مسألة الإختبارات استعنت فيهم ما هو عيب أنك أنت تسأل لفينا كل موانئ العالم حتى نتعلم ما هو الأفضل وكنت دائما أسألهم لو أنت تبي تبني هذا المينة أو أنت تبي تبني هذه المدينة اللوجستية مرة أخرى شون تقدر تبنيها أفضل كانوا كلهم يجاوبون بكل أمان وصراحة اليوم أنت العمل المينائي ما يدرس في الجامعات فاضطرينا أن إحنا نبعث أبنائنا وابناتنا عشان ما أكبر نفسي مثل ما أنت تقول أخواننا وخواتنا الموظفين الجدد إلى مختلف الموانئ سواء موانئ سنجابور سواء ميناء أنتورب، هامبورغ، روتردام، فالنسيا ما قصرنا في ابتعاثهم والآن أسمع أن بعض الموظفين بالفعل بدأوا يروحون إلى مختلف الموانئ فبالعكس مهم أنك أنت تعطي هذه الخبرة ويشوفون الموظفين ما الذي يحدث في الدول الأخرى حتى يتم تطبيق أعلى المعايير إن كانت من أوامر إدارية إن كانت من أوامر ثابتة إن كانت من دليل للموظفين دليل لإدارة شيء قرارات معينة لجان مختلفة إن كانت لجان العقود أو لجان المناقصات أو لجان شؤون التوظف عندنا هيكلة إدارية ومالية داخلية وفنية أيضاً كذلك حتى تتطور المؤسسة ويكون ركيزة أساسية لمواجهة أي مشروع جديد من مشاريع خطة التنمية إن كل الجهات هذه قبل الله أنك أنت تبدي تقعد مع كل الجهات ذات العلاقة وتستفيد منهم وتستفيد من خبراتهم واحتياجاتهم فإنعم يعني أنا الفضل الأول والأخير لي سموه من اللي تعلمته منه وتعلمت أيضاً بوجودي كذابط بالحرس الوطني أنا شكر لك على هذه الحظة شكراً لك وأعتقد مشاهدين رح يستبتعون فيها وحقاً ذكرت من خلال هذه الحلقة التاريخية هذه الساعة المباركة بحمد شرف طال أمرك شكراً لك على هذه الحلقة أعزائي المشاهدين وصل لنهاية برنامج دوان الملة مع السلامة